بعد عام من المشاكل الصحية المتواصلة التي عانتها الملكة إليزابيث الثانية أعلن قصر باكينغ هام أن الملكة إليزابيث أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم توفيت عن عمر نهز 96 عاما التقرير التالي يرصد أبرز محطات الملكة إليزابيث منذ وقت قصير احتفل البريطانيون بمرور 70 عاما على جلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش البريطاني اللافت في الأمر أنه لم يسبق لأي ملك أن جلس على عرش بريطانيا طوال هذه المدة الطويلة عاصرت الملكة إليزابيث خلال أعوامها السبعين في الحكم 15 رئيسا للوزراء بدءا بتشيرشيل وانتهاءا برئيسة الوزراء الحالية ليزتراس والتقت 13 رئيسا أمريكيا بينما تقتصر ممارستها السياسية على الذهاب في رحلة طولها كيلومتر ونصف كيلومتر وهي المسافة بين قصر بيكنجهام ومجلس اللوردات لتفتح عمل البرلمان بصورة رسمية ولدت إليزابيث إليكساندرا ماري إليزابيث الثانية في 21 من أبريل لعام 1926 في لندن إنجلترا وفي الوقت الذي ولدت فيه لم يتوقع كثيرون أن إليزابيث ستصبح يوما ما ملكة بريطانيا والدها الأمير ألبرت كان ثاني أولاد الملك جورج الخامس والملكة ماري واستطاعت إليزابيث الاستمتاع في عقد حياتها الأول بكونها من سلالة ملكية من دون تعرضها للضغوط المرافقة لكونها ولية للعهد مع تدهور الظروف الصحية للملك جورج السادس خلال عام 1951 بدأت إليزابيث تظهر بصورة متكررة مكانه في المناسبات العامة ولم يطل الأمر حتى توفي والدها الملك في السادس من فبراير عام 1952 ليعلن بعدها بوقت قصير تنصيبها ملكة من جانب مجالسها التنفيذية وفي أثناء حفل التتويج أقسمت إليزابيث اليمين وتوجت ملكة للمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا وباكستان وسريلانكا زارت إليزابيث بصفتها ملكة أكثر من مائة دولة وهو رقم قياسي آخر لملك بريطانيا وقامت بأكثر من 150 زيارة لدول الكومونولت إذ زارت كندا 22 مرة وهو أكثر بلد عضو في الكومونولت تزوره في حين ذهبت 13 مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته واعتادت الملكة البريطانية تسجيل الأرقام القياسية فخلال فترة توليها العرش قامت إليزابيث بنحو 21 ألف التزام رسمي وأعطت الموافق الملكية على نحو أربعة آلاف مشروع قانون واستقبلت عددا كبيرا من الشخصيات البارزة في إطار 112 زيارة رسمية بينها الإمبراطور هيلا سيلاسي إثيوبيا عام 1954 والإمبراطور الياباني هيروهيتو عام 1971 والرئيس البولندي ليخ فاليسا عام 1991 بالإضافة إلى نظيره الأمريكي باراك أوباما عام 2011 وأقيمت تحت إشرافها أكثر من 180 حفل استقبال في قصر باكنجهام حضرها أكثر من مليون وخمسمائة ألف شخص إلى جانب ذلك أرسلت الملكة نحو 300 ألف بطاقة تهنئة إلى معمرين وأكثر من 900 ألف أخرى إلى أزواج يحتفلون بذكر زواجهم الستين واستمر زواجها بالأمير فيليب 73 عاما قبل أن يتوفى في نيسان أبريل 2021 الأمر الذي يمثل أيضا رقما قياسيا بالنسبة إلى مدة زواج ملك بريطانيا حياة مديدة عاشتها الملكة الراحلة إذ زامن اعتلاؤها العرش تغيرات عميقة في بنية النظام العالمي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانحسار دور بريطانيا كقوة عظمى أولى في العالم وامتد عمرها إلى ما يقرب من عقود عشرة أمضت سبعة منها أو أكثر من ثلثي عمرها تقريبا ملكة لتعاصر محطات وأحداثا جوهرية غيرت وجه العالم طوال الأعوام السبعين الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر